نيلا نيلا شو اللي عم تقولي؟ ليش عم تعملي هيك ومشان شو كل هالشي؟ انتي لازم تبهد لي ريشي بدل ما توقفي معه وتدعميه وهي المراسم شو إلها داعي؟ ليش انتي عم تعملي كل هذا كرماله؟ هالشي ضروري يا ريش ما ضروري كتير ليش ما عم تفهموني؟ هلأ لما صار في أمل إنه كل شي يمشي متل ما بدنا ويرتاح راسنا بقى ما بدي ريشي يوقف ضدي لأي سبب ويكرهني ما بدي أعمل أي شي ممكن يعكر مزاجه كل اللي بيهمني إنه يتخلص من لاكشمي الفكرة كل واحد إلو نصيبه بها الحياة هالشي مو بييدنا عفون مادام تفضلي ايه مادام حطي الشنطة هون وتفضلي الأجواء على التفتيش موسيقى 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 ما في داعي أحكي شي رفع إيديك إلى فوق عفواً لو سمحتي سمعيني في ناس بره عم يخططوا يفجروا المكان دفشوني وأخدوا شنتايتي وحطوا فيها قنبلة وهلأ رح تتأكدي من هشي على الجهاز تبعكم هو بره وهددني وضل ماشي وراي بسرعة روحي تصرفي واعتقلي وأهم شي بعض والخطر عن الناس الأبرياء ما بدي حتى يصر له شي شبك مادام صاير لك شي؟ ولا عم تتزاكي علينا؟ ما في حدا رح يصدق هاي الكذبة تبعي بس أنا وممكن اعتقلك أنا ما عم كذب عليكم بشي وعم قللك الحقيقة وهنا نحطوها بشنتايتي وليكم بره بترجعك تسدقيني هاي القصص ما فيها مزح أبداً ما في شي هون يا مادام أصلاً لو في شي بشنتايتك كان الجهاز عطا إشارة بس هي موجودة بشنتايتي شفتها بعيوني عنجاد؟ يعني أنا عم كذب؟ لا ما هيك قصدي بس أنا عم خبرك لأني شفتها بعيوني ولازم نتصرح قبل ما يحسن ولا حال هالقصة ممكن توديكي للسجن بس أنا عم أحكي الحقيقة والناس بخطر شو نعمل؟ ما بدي اسمع صوتك